بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى أشتراف المرسلين اليوم نشوف ان شاء الله نبدأ شابتر 6 لكتشر 1 طبعا عنوان والغرافيكس كيف ممكن نرسم نبدأ بـ 2 dimensional plots command وفي هذا اللكتشر اليوم نشوف Plot given data إذا كانت عندي data مثلا عندي الـ Excel أو أي شيء عندي الـ X وعندي الـ Y قيمها وبعدا كيف ممكن نرسم أي فنكشن أعطيتها لكن قبل ما نبدأ في البلوت أولا نريد أن نحدد هدفنا في هذا الشابتر الهدف النهائي لنا في هذا الشابتر هو أن نصل إلى figure مثل هذا figure الذي قدامنا موضح فيه كل شيء موضح فيه أولا نعطينا عنوان لهذا figure أي شيء هو هذا figure أي شيء يمثل هذا figure وبعدين أي شيء يوجد عندي على الـ X axis مثلا هنا عندي distance وممكن تعطيها الوحدة تبعها وبعدين أي شيء يمثل الـ Y axis ونحدد بعدين لون الخط ونوع الخط خط منتصل هنا خط متقطع وطبعا لما يكون عندي أكثر من رسمة لازم نحط اللوحة توضيح يمين الأحمر ومن اللي بخط أسود متقطع إذا واحد الصين واحد الكوسين وبعدين كيف ممكن نحط الشبكة اللي هي الـ Grid موجودة عندي هنا اللي طبعا دايما تعطي للرسمة شكل أحسن وأوضح وبعدين شايف حدود الرسمة عندي هنا من صفر إلى تسعة ممكن نخليها من صفر إلى ثمانية كما أنها أصلا رسمتنا أصلا كلها من صفر إلى واحد لكن نحن زودنا إلى صفر إلى واحد ونص لنرى أولا كيف يمكن نرسم أي رسمة أولا علشان ترسم رسمة 2D طبعا 2D لازم تستخدم البلوت بلوت إيش مع إيش؟ أرسم X مع Y مثلا جات من رسمة زي كده من الـ X هنا؟ مثل X axis إيش الشرط عليها؟ لازم تكون One Dimensional Array لازم تكون صف واحد أو عمود واحد ما يصلح أن تكون أكثر من صف أو أكثر من عمود الـ Y كمان لازم تكون Vector لازم تكون هي ثانية صف واحد أو عمود واحد ولازم يكون عدد عناصر الموجودة في الـ X و Y هو نفسه ليش؟ لأنه عندما ترسم رسمة تقول هنا واحد مع ثلاثة لا يسمي كل عدد العناصر الموجودة هنا هو نفس عدد العناصر الموجودة على الـ Y axis نبدأ نشوف مثال عندي X قيمها لاحظ هنا من صفر من واحد عفوا إلى عشرة من واحد إلى عشرة طبعا مرينا بخمسة وسبعة خمسة وسبعة وبعدين عندي الـ Y قيمتها بثنين سبعة إلى ثمانية ثنين سبعة إلى ثمانية ثنين سبعة إلى ثمانية لازم تكون لها نفس العناصر الموجودة في الـ X و نفس العناصر الموجودة في الـ Y بعدين نستخدم اللي هي الـ Function Plots نقول أرسم لهذه الـ X مع هذا الـ Y بعدما نضع انتر على هذا الأمر سيفتح لي هذا الرسمة لاحظ رسم لي الـ X هذه هي الـ X وهذه هي الـ Y طبعا نعطيها بلون أزرق وشايف ما أعطاني هنا الشبكة ولا أعطاني عنوان على الـ X ولا على الـ Y ولا التايتل ولا أعطاني هنا اللجند هذا تحددوا أنت كله له أمر وحنشوف إن شاء الله في المحاضرات القادمة طبعا نحن شفنا كيف ممكن نرسم Data إذا عندي Data هل ممكن نرسم Function؟ نعم ترسم لهذه الـ Function من سالب 2 الموجودة عندي هنا إلى كام؟ إلى أربعة الـ X اللي هنا الموجودة عندي هنا وديه تغير من سالب 2 إلى أربعة X الخطوة تبعها هو هنا حدد لك الخطوة قالك 0.0 واحد إذن الـ Y أشياء نفس الـ Function الموجودة عندي هنا بدخلها لكن هنا لازم تشوف هنا الـ Power لما جيت استخدمها استخدمت معها الـ Dot نفس الشيء الضرب استخدمت معها الـ Dot نفس الشيء الضرب هنا استخدمت معها الـ Dot ونفس الشيء هنا ليش؟ عملت كده؟ لأنه لاحظ أنت هنا الـ X عندك هل فيها قيمة واحدة أو أكثر من قيمة؟ فيها أكثر من قيمة فيها سالب 2 وعدات كثيرة وتصل إلى الصفر وتصل إلى أربعة آخر شيء أنا هذه العملية الموجودة عندي هنا أريد أن تعملها لي على كل العناصر الموجودة في الـ X إذن زي ما شاهدنا في شابتر 2 نستخدم هنا هذه الـ Dot بعدين أقول له أرسم لي الـ X مع الـ Y الـ Y لا يحتاج أن تدخلها ك Data بس جبتها من الـ X عندما أضع الـ Enter سيعطيني هذا الرسم هذا الرسم هنا هذه هي الـ X وهذه هي الـ Y وأعطيها لي باللون الأزرق هل ممكن أن أغير الألوان وأضع الشبكة؟ وكذا نرى إن شاء الله في الليكتورات القادمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته